السلام عليكم يا فخام شعب الجزائري العظيم سادس يوم من رمضان عاودوا علينا رب العالمين يتقبل مننا إن شاء الله يتقبل مننا صيام والقيام ويتقبل مننا ثاني دعاء أنهم يرحلوا قع لاحظتم طبعا لاحظتم البارح كيف أن الذوباب الإلكتروني جنة جنونة جنة جنونة هو كأنك لحتعليه شوية في ليطوكس وبدأ يهبل أو حشاكم حشاكم تضعوا فريتوكس وتجدوا هبل أو تشعر السخانة هكذا سرعت لهم البارحة هكذا سرعت لهم البارحة لأنهم تشعروا أن وقت النظافة جاء وهم لا يستطيعون الذوباب لا يستطيعون يعيش في النظافة شايفوا الشعب قاعد يتنظف شايفوا الشعب اللي راه وتنظف حقيقة لذلك يا أخوتي لما تشوف الذوباب قاعد يسب فيك فأعرف أنك على حق فأعرف أنك على حق الآن سوف نتكلم مع الناس بين البنين الناس بين البنين الذين يعتقدوا أنه انتخابات تشرف عليها العصابات يمكن أن تجيب الخير للبلاد يا ناس يا ناس حبينا أو كرهنا العصابات المدنية هي نتاج العصابة العسكرية منذ الاستقلال منذ الاستقلال منذ الاستقلال وهي راكبة هكا ويا أخوتي كينج بدلكم ثلث أمثلة ولا ربعة منج بدلكم مثلا البرازيل سبعين سنة حكم عسكري ما كانش نسبة فقر ما كانش نسبة فقر في بلد في العالم قد البرازيل ما كانش ما كانش في تركيا يجمع منذ انه حكمها أطا ترك حتى حكمها حزب الحرية والعاذلة وهي عسكرية توصلت التضخم الاقتصادي ألف بالمئة في اليوم ألف بالمئة في اليوم توصلوا يرقدوا يرقدوا على ينوضوا على سومة ليرة تركية يرقدوا على سومة أخرى سنغافورة سنغافورة في الثمانينات يحكي لي واحد من سنغافورة الشيف من سنغافورة حاليا أو هنا معايا يحكي لي قال لي في الثمانينات القصر الملك القصر الجمهوري تحهم تعالى الرئيس قال لي عبارة عن عن فيلة مخروبة حاليا روح تشوفوا سنغافورة لما تنحى حكم العسكر العسكر لا يديرون دولة دركة اللي قاعد يزايد علينا لم تسمعوا دركة و لم تكتب لي دركة قال لي ياه كارين الخير كون ترطاق لا أحكم لكم لا ترطاق والساعد والتوفيق الذي كان يعدب فيكم و كون ماجه يبدلكم رب راب و كون ماجه يبدلكم الفاسيدين و لم تضع لكم حدد وين راكم وين راكم كون الشعب كون الشعب ودخلهم قاعد الحبس هو الشعب كالشعب و كون هما دركة كون مخرج الشعب في 22 فبري اسمع اسمع يا دوبابا يا حمار شوف معي يا راس البوهيوف كون الشعب هذا مخرج في 22 فبري كون القاعد صالح كون اوقا دركة يسكر مع الترطاق والساعد وغيره من الأمور كون شعب بفلوس الجزائريين و يضحقوو علينا و كون دركة كون دركة سعيدة وقاعد يحكم فينا يا حيوان لا أرى من مليح لا أرى من مليح نوم سبت وكيف علامة خلاص ملابطة 50 إنسان كندي نفهمه في القضية الجزائرية وهو من ذلك يذهب العائلة و يزيد فهمها الرابعة خمسة و ننشره في القضية الجزائرية و نعطي لهم التصور والمظاهر الذي يفعلها فيها الشعب الجزائري و نحص أن يبدأ أنه يفعل فيه حاجة البلادي مهما يكون أني واحدة على هذا يقول لكم لا تصغروا العمل لديكم اليوم لأنني لم أخرجت الدول شوفوا لولا سيلفا لما حكم حكم العسكري لمدة ربع سنوات لمدة ربع سنوات نحى خمس ملايين فقير نحى خمس ملايين فقير أصبحت البرازيل سابع قوة سابع قوة اقتصادية في العالم دخلت في الجيسات يا محينك دخلت في الجيسات في ربع سنين و لذلك نحاوه دوركا نحاوه اللوبي اللي استابلش من المنديال نحاه لأنه بلدك البرازيل كون يطلع مستحيل مستحيل أمريكا قادر يحكم أمريكا قادر يحكم الأمريكاتين ما كانش دولة طلعت بالحكم العسكرية أحمرة يا أحمرة وهذا هو الشعب اللي خرج البارح بالملايين قاعد يقول مدنية لعسكرية لا تأتي لكم يا دباب اللي يضع اسم مستعار لا يوجد حتى النخوة و الرجل لكي تضع اسمك وتصويرتك تأتي لكي تسبب في النسارة في النسارة في الرجال و تسبب في الرجال أنت دبابة فقط و هذا ما نقدرون نرد عليك الآن شوفوا انقطاع هذه العصابة لا يوجد الإمكانيات لا يوجد الإمكانيات لكي تنفيذ حتى محل تعبقالة يا جمعها لم تزلت منقطعه على درجة أنها سترد سيارات قل من ثلث سنوات لا يوجد حدث لكي تشاريه فخامة الشعب الجزائري و هناك عملية أخرى يحضر لها لكي يكسبوا السلم الاجتماعي لكي تشاريه و لكي يسجيوا حاليا تاني مع هذه السيارات التي تقل من ثلث سنوات لدينا أن يساعد لا يحدث لدينا أن يستفادوا من هذه السيارات و لدينا أن يساعدوا السيارات لا يحدث و الشرح لدينا الاقتصاديين أنهم يحاولون أن يفرغوا الزبالة يفرغوا الزبالة لفرنسا لفرنسا تبدلوا لأيكونامية لفرنسا كل شيء يعملوه لصالح فرنسا و يأخذوا أن نحن أولاد فرنسا و يأخذوا الزواف أقرأ الزواف أفهم ما هي كلمة الزواف لفرنسا انا و یا و ححد اللحوثالة أقرأ الزواف قبل أن يصبح كلمة الزواف كي لكي يتصبح كالببادغاء كالببادغاء الكي يتصبح كالبابغاء تحسن رونجاس تحسن قدام الكازارنا والسنة قيد صالح يخرج و تحسن رونجاس انتو ما عابيد كين العابيد و كين الأحرار و أغلبية الشعب أحرار البارح خرجوا بالميكروات يقولوا لكم وينكم يا دوباب علش واحد ما هدر علش واحد ما هدر علش واحد ما قال وين هو ولا تهدرو غير ورا الميكرو وبقى وهدرو ورا الميكرو الشعب الجزائري سيصنع التاريخ سيصنع التاريخ وسيستارد الحرية والحرية تكتسب الحرية تكتسب لا تعطى لا تعطى واحد ما يدير فينا مزية الجيش جيش الشعب لأنه مكونات الأساسية الشعب هي من الشعب اللي ما عجبوش الحال يخبط راسو في الحيط الأمر الثاني اللي سيجيو فيه زعمه لكي يربحوا الشعب وهي انه سيحصل تنظيف على مستوى على مستوى الفسد الرياضي وخاصة كرة القدم يعني انتظروا انه ضد شي رايح يطير ورايح يحاسب انتظروا انه يجيبوا ماجر الفسد وراحين يدخلوه يفسد انتظروا انه يجموع لقناة الهداف انتظروا انه العصابات اللي حاكمة الكرة الجزائرية ستنظف كاملة تنظف كاملة لماذا يكسبوا زعمة الجماهير الجزائرية يهاو نقول لكم انكم منقطعين على العالم منقطعين على فخامة الشعب الجزائري العظيم اسمع اسمع قم تتعرف الشعب الجزائري انتظروا ان يتخمم هذا وتتخمم ان الشعب الجزائري هذا الشعب الجزائري تتتعرف الشعب الجزائري وانك فهمت تعلم ما هو الدار بين مولودية الجزائر ومالاً تعرفه وانك انه يقاطعين على الشعب هذه قاطعوه القطعوه ومسامعية لكم تتتعرف في هذا كان نهار وحالة فكرة هذه اليوم اللي قاطع فيه أنصار المولودية وأنصار اتحاد العاصمة الدربي سيكتب في التاريخ كنقطة فاصلة في الثورة الجزائرية البيضاء 2019 اللي تبنت على مبادئ 22 من فيفري والله سيدكوركم التاريخ يا المسامعية ويا الشناوى سيدكوركم التاريخ لأن الجزائريين سينتصرون فخامة الشعب سينتصر هذا دليل على أنكم منقطعين عباكم شنوى شفتوا لكوبدافريكا أنا واحد من الناس المنتخب الوطني لا يمثلوني دركا منتخب الوطني الجزائري لا يمثلوني لما يحكم دركا يا جماعة لازم نمشي بعقلية أنه اللي نعرفوه من العصابة وحاكم وحاكم مسؤولية حاكم بلدية حاكم كده لا يمثلوني لا يمثلوني لازم نلفظوهم لازم نلفظوهم ونصوموا عليهم باش نفهموهم بالليحناية تمروا ما وراسي في السماء على فكرة في 6 أيام تمروا ما وما صار لي ولو وما مت ما ولو ماشي ما نقول لكم حليب حليب نشرب حليب يعني باش نقول لكم أخي قلت لكم ما ولا حليب نشرب الماء والحليب والتمر فقط فقط كما انتعك الجزائر اللي عايش بره يكون لابس عليه يكون يمشي يكون يمشي بالقانون كذا هو يدخل للحدود تعبلاده هو لازم يرشي ولازم واحد يسرق له واحد يدير له واحد يقوله أعطيني قارو واحد يقول له أعطيني قرع ريحة واحد كذا كي يدخل بعد للجزائر يبدأ الفساد كيفية أنت لا تروازو لا تروازو يقولي أولادكم اللي حاكمينها يقولي أولادكم اللي حاكمينها أولاد العصابة العصابة الكبيرة الصغيرة اللي غيرها لذلك يا خوتي ماهما يمدوا لأنهم فهمون من اللي نرانا خارجين على كروشنا ها هو ها هو عقلية الكرش ها هو عقلية كروشهم اللي يخموهم على كروشهم ما يعرفوش رمضان ما يعرفش الجندي وش قاعد يأكل في رمضان. هل يجب أن يفطر على الكورني دباف ويفطر على البطن السردين؟ يأتي واحد يقول لي لا تقدروش القيادات هل يجب أن يقول لي واحدة؟ يقول لي يا إبالك كون ميش القيادات انتعناك وانا ندفنوا فيكم المتظاهرين يا بابا لماذا أنتم لا تدفنوا ودفنوا ودفنوا صعيبة عليهم امدروها من قبل يا واحد الحيوان يا واحد الوبش يا والله والله العلي العظيم والله العلي العظيم فخامة الشعب سينتصر سينتصر لأنه البارح شفنا إيمان إيمان وقوة عزيمة في هذا الشعب مستحيل يردوا أي أمر ما بيلك في الرشوة يا أصحاب الرشوة الأخوة الجزائريين اللي بره اللي نحن نتظاهروا بيوم الأحد ما عندي ما نقول لكم اللي ما شافش التصاور تاع البارح والفيديوات تاع البارح في الجزائر ما يعني عندك سبب يخليك تقعد في الدار أقعد في الدار أهنا أخويا أنا نطلع المريال نطلع المريال نطلع المريال ونتظاهر ونعيط ونعيط مدنية لا عسكرية ولا انتخابات ما كانش انتخابات يا العصابات سلام عليكم ويحيى فخامة الشعب الجزائري وثورة مجيدة مباركة في رمضان مبارك نطلع المريال